الفصل الثالث اللجان للكوميتز اللجان أنواع اللجان أهمية اللجان هل اللجان تعتبر من وسائل الاتصالات الفعالة وكيف يكون ذلك مفهوم وطبيعة اللجان إلى آخرين نناقش في هذا الفصل ما يليه أولا تعريف اللجان مزايا اللجان طبعا مدام في هناك هناك لعيوب اللجان ثم شروط اللجان الفعالة لكي تكون اللجان فعالة يجب أن تتصف ببعض الشروط ما هي هذه الشروط طبعا بداية نعطي مقدمة حول موضوع اللجان اللجان هي صورة من صور الاجتماعات ووسيلة اتصال أيضا فعالة ينتشر استخدام اللجان على نطاق واسع في الأجهزة الحكومية والخاصة بالقطاع العام والقطاع الخاص بالرغم من أن بعض أو البعض يعتبرها أفضل الوسائل وأكثرها فعالية لجعل الهيكل التنظيمي أكثر حيوية ونشاط حيث تمكن أعضاء التنظيم من العمل كفريق لتيم وور لينتج ما يسمى بالإدارة الجماعية والتي عن طريقها يتم التنسيق وتبادل الإدارة بين الأعضاء وجهات النظر المختلفة كما أن الاستفسارات التي يوجهها البعض إلى البعض الآخر وتداولها بين الأطراف اعتراضا وكبولا التي يبديها الأعضاء لها دور كبير في حمل المنظمة إلى مستويات نجاح متقدمة على الرغم من مزايا اللجان إلا أن هناك بعض العيوب بعض الخبراء بخبراء الإدارة يعتبرون اللجان هي وسيلة لضيع الوقت الإجتماعات والخروج عن الموضوع تقريبا لها نفس المزايا ونفس العيوب للإجتماعات لو تطرقنا إلى الموضوع الأول لنعرف موضوع اللجان تعريف اللجان طبعا هي مجموعة من الأفراد أكثر من شخص مجموعة من الأفراد موكل إليهم مهمة معينة للكيام بعمل معين طبعا والخروج بنتائج حول هذا الموضوع تعرف اللجنة أيضا على أنها مجموعة من الأفراد يوكل إليهم مهمات معينة ليس مهمة معينة واحدة للقيام بعمل معين والخروج بتوصيات حول هذا الموضوع فاللجنة لا تشكل مستوى إداري بل تعتبر جهاز معاون وتشكل اللجنة أهمية كبرى في حياة المنظمات طبعا من يقوم بتشكيل اللجنة هم الإدارة العليا تشكل اللجنة بقرار من مستوى معين في التنظيم عادة ما يكون صاحب سلطة في المستويات الإدارية العليا حيث يحك له التواصل مع الجميع واختيار ذوي الاختصاص بسبب اختلاف الثقافة بين الأشخاص عادة ما تكون اللجنة رسمية أو غير رسمية والرسمية هي التي تكون كجزء من البنيان التنظيم الرسمي تعود إلى التنظيم الرسمي ما تفويضها بالسلطات والصلاحيات اللازمة لتحديد واجباتها وجعلها فعالة هناك بعض الصلاحيات التي من خلال هذه الصلاحيات يمكن لهذه اللجنة أن تكون فعالة السلطات تمنحها الكوة والقدرة على أن تكون فعالة أما اللجانة الغير رسمية فهي اللجنة التي يتم تشكيلها من كبل المدراء للمعاونة بصفة شخصية غير رسمية ولا تتمتع بسلطات محددة كما أن ليس لها مكان على الخريطة التنظيمية للمنظمة واللجان قد تكون دائما مستمرة وقد تكون ذات مسؤولية مؤقتة أو مسؤوليات مستمرة فاللجان قد تكون دائما وقد تكون مؤقتة إذن هذا تعريف ومقدمة في اللجان مزايا اللجان هل هناك مزايا لللجان؟ طبعا هي حسنات أو advantages لكي نعرف أهمية اللجان وفعالية الإدارية علينا أن نتطرق إلى موضوع المزايا ما هي مزايا اللجان؟ هناك عدة مزايا لللجان أولا الرأي والبحث الجماعي طبعا نتيجة لتنوع التخصصات وتعدد الخبرات والأفكار لأعضاء اللجنة الواحدة فإن الرأي الذي يحصل عليه أو يحصل عليه هو خلاصة للأفكار والأحكام كما نقول أن رأي الجماعة أفضل من رأي الفرد لما تكون جماعة مجتمعين يتم تداول وجهات نظر مختلفة خبرات متعددة متنوعة وبالتالي القرار الذي يخرج عنهم يكون قرار أقرب إلى الصواب ثانيا التنسيق التنسيق ما هو التنسيق؟ التنسيق عملية توحيد من أهم زي اللجنة بأن وسيلة فعالة للتنسيق خاصة في عملية المتابعة متابعة التنفيذ حيث يتم التنسيق بين الخطط الموضوعة وبين الجهود التي لازم تبدل لتجنب وتفادي التكرار غير المثمر إذن عملية التنسيق مهم نضع خطة معينة وننسق بطريقة معينة لكي نحقق هذه الخطط من خلال برنامج استراتيجي معين توحيد السلطات وذلك عندما يكون المدير في أي مؤسسة أو أي دارة لا يتخذ القرار في حل المشكلة أو لعدم قدرة على ذلك أو لعدم وجود سلطة لديه فتكون اللجنة بديلة وسيلة أو مخرج له أن يتولى هذه الصلاحية والخروج به من هذا المأزق والخروج بتوصية معينة أو قرار معينة نقل المعلومات حيث بإمكان القرارات والتعليمات أن تصل إلى الجهات المعنية بانتظام وذلك عن طريق الأعضاء المجتمعين في اللجان ويتم نقل هذه المعلومات إلى الجهات الرسمية المهمة طبعا بأسرع وقت وأقل جهد تدريب الأعضاء اللجنة بدون شك تتيح الفرصة للأشخاص الذين لديهم خبرة بسيطة لكي يشاركوا في المناقشات وإضلاء الأراء وتبادل وجهات النظر وبالتالي يمكنهم ذلك من اكتساب الخبرة كما هو الحال في الاجتماعات وبالتالي تعتبر هي أدافة عالة للتدريب وأعداد الأشخاص بطريقة سليمة يكونوا مؤهلين لاستلام مناصب قيادية رئيسية